مع انتشار فيروس كورونا المستجد انتشرت حوله معلومات كثيرة بعضها خطأ والآخر صواب نتعرف على أبرزها نبدأ مع ما يشاع بأن الفيروس ينتقل فقط ممن ظهرت عليهم العوارض وهذا أمر خاطئ فالفيروس يمكن أن ينتقل أثناء فترة الحضانة التي تتراوح بين يوم واحد واربعة عشر يوما رغم عدم ظهور أعراض المرض على حامله ارتداء القفزات المطاطية واستخدام المعاقمات هما الحل الأمثل لتجنب الفيروس كلا فأفضل وأهم الطرق للوقاية من الفيروس هي غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وعدم لمس الوجه والأنف والعينين أما الاعتقاد بأن ارتداء الكمامة يكفي للوقاية من الإصابة فهذا أيضا خطأ لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض المرض خاصة السعال أو إذا كنت تقدم الرعاية لأحد المصابين مقولة أن كل الإصابات بالفيروس خطيرة جدا ومميتة غير صحيحة فثمانون في المئة من الإصابات أعراضها خفيفة وعشر إلى خمسة عشر في المئة فقط من الحالات يمكن أن تكون خطيرة واثنين إلى خمسة في المئة قد تنتهي بالوفاة غسل الأنف والغرغر بالماء والملح والخل وتناول المشروبات الساخنة يمنع العدوى خطأ الأصح أن نسبة الملح العالية قد تتسبب في أضرار لخلايا الجهاز التنفسي العلوي أما المشروبات الساخنة جدا فتضر بإفرازات الجهاز المناعي من المتداول كذلك أن تناول الثوم والبصل والإفراط في أكل المخللات يقي من الإصابة لكن لم تثبت علميا فوائد البصل والثوم فيما يؤدي للإفراط بتناول المخللات لارتفاع ضغط الدم تكثر الإشاعات والشائعات ومعها ترتفع نسبة القلق المصاحبة للفيروس لذلك ننصح دائما بالعودة إلى المراجع الطبية الموثوقة إذا سورتنا أي شكوك